تعالوا طمينكم في الأول على بعثة النادي الأهلي أبن براه ونروح لزميننا كريم أحمد مراسل قناة الأهلي في المغرب سعى الخير يا كريم كل التحية لي كابتن أيمان شوقي وكل التحية لكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان يا رب إن شاء الله النهاردة كل دعوات جمهورنا العظيم النادي الأهلي عنده مباراة مهمة جدا مباراة القرن بطل القرن الأفريقي في مواجهة بطل القرن الأوروبي الأهلي ورية المدريد في كأس العالم الأندية مباراة وحلم كبير جدا للجميع للعيب النادي الأهلي للجمهور فإن شاء الله بإذن الله كل المجودات تكلل بالنجاح في مباراة مهمة وصعبة محتاجة تحضيرات وترتيبات فنية كبيرة جدا أم بها الحقيقة مستر كولر والجهاز الفني بالكامل أيضا لعيب النادي الأهلي وعيوهم الكبير والتضحيات الكبيرة جدا وشخصيتهم اللي بنعمل إن شاء الله تترجم في أرضية الملعب يلعب بقلبك يلعب بروحك بشخصيتك إن شاء الله بإذن الله كرة القدم تكون معاك ولكل مجتهد النصيب لعبتنا بتجتهد بتركز عندها أمل عندها هدف كبير جدا حملة كبيرة على أكتاف كل لعيب النادي الأهلي ومجلس الإدارة وعضاء النادي الأهلي وهو جمهور النادي الأهلي الكبير جمهور النادي الأهلي المتعطش والمنتظر بشكل كبير جدا ظهور النادي الأهلي بالشكل الذي يليق به نتيجة بتاعة ربنا سبحانه وتعالى لكن نجتهد بشكل كبير نؤدي الأدوار المهمة جداً للحية الأنبياء ميستر كولر خلال التدريبات الماضية إن شاء الله نكون في معادنا ونكون في يومنا ترتيبات معتادة كابتن أيمن كالعادة طبعاً في يوم المباراة ممكن فطر الصباحي كان عشر صباحاً واجبة الغداء من لحظات انتهت المحاضرة الفنية الأخيرة لميستر كولر اللي بيأكد على الأمور الكثيرة جداً الفنية والتيكتيكية والذهنية والنفسية أيضاً الراجل رفع الضغوطات بشكل كبير خلال الأيام الماضية للإستمتاع فقط بكرة القدم تعرف كابتن أيمن أحد طبعاً نجوم اللي نادي الآلة كابتن أيمن وعارف مش هتقدر تجاري ريال مدديد في كل الخطوط ومش هتقدر أن انت تفتح الجيم معه بشكل كبير لكن تقدر أن انت توزع المباراة لأكثر من سيناريو فمشيئة الله إن شاء الله بقيادة ميستر كولر سواء من خارج الخطوط أو أيضاً من خلال رؤيته الفنية يكون قادر بمشيئة الله أنه هو يوزع السيناريو بشكل كبير يقسم المباراة عندنا سكواد أكثر من رائع عندنا دكة بودلات جهزة بطمنك على الحالة المعنوية لعيب النادي الأهلي على الحالة الجهزية البدنية الحمد لله ما حدش بيشتك من أي شيء كهرباء يجاهز بكل قوة أفشا جاهز بكل قوة الحمد لله تطمننا على كل لعيب النادي الأهلي من جهاز الطبي كان مهم جداً يقوم بدور كبير الجهاز الطبي من خلال نزلات البرد الشديد الحقيقة اللي ممكن كنا قليلين للعيب النادي الأهلي تتعرض لها لكن الحمد لله تطمننا على العيب النادي الأهلي من خلال تدريب الأمس تدريب كان قوي كان فيه جدية كان فيه هدوء كان فيه وعي كبير جداً من العيب النادي الأهلي على هذه المباراة إن شاء الله يكون مباراة طليق باسم للنادي الأهلي لدعم الجماهير الكبير من أشقائنا المجربة منتظرينه بكثافة زي ما عودونا وزي ما رسائلهم على طول بيكون معانا جمهور النادي الأهلي الحقيقة اللي بيتوافد في كل ساعة الحقيقة على طبعاً الرباط لي مشاهدة فريق النادي الأهلي ومشاهدة أيضاً كمان فريق ريال مدريد في أول مباراة رسمية تجمع نادي القرن وبطل نادي الأوروب طبعاً القرن الأوروبي يا رب يا رب يا كابتن أيمن دعواتك ودعواتك كل جمهور النادي الأهلي تكون يوم نصر على فريق النادي الأهلي وتكون يوم فرحة كبيرة جداً على الشعب المصري وعلى كل جمهور النادي الأهلي مصر عايزة تفرح وكالعادة سبب السعادة هو النادي الآلي فيا رب ان شاء الله النهاردة يكون النادي الآلي هو مصدر السعادة لكل الشعب المصري هنستمر معك بالتأكيد يا كابتن عيمن ومن خلال جمهورنا العظيم ولقطات حصرية على شاشة قناة النادي الآلي تحرك الفريق للوصول بمشيئة الله إلى ملعب مولاي عبدالله الاسطاب لهذه المباراة وعاقب انتهى المباراة ان شاء الله بإذن الله لكل حدث الحديث لكن ثقاتنا كبيرة جدا في ربنا سبحانه وتعالى وثقاتنا كبيرة جدا أيضا في لعاب النادي الآلي والجهاز الفني يارب يكون يوم منصر على كل جمهور النادي الآلي شكرا جزيلا زميل العزيز كريم أحمد تمنى الكريم على الأجواء هناك